موسيقى وارجعنا لكم فقرة جمالك قالوا لنا الزمان ان الجمال جمال الروح ودلوقتي فيه ناس كتير بتعمل عمليات تجميل طيب احنا محترين جمال جمال الروح ولا جمال الشكل طيب ما تيجو نركب الاتنين على بعض ونبقى كلنا جوه وبره حلوين قالوا لنا كمان حبي نفسك هتعرفي تخلي ازاي الناس تحبك طيب احب نفسي ازاي لو انا شايفة فيه حاجة فيه انا مش حبيها ازاي هيخلي الناس تحبني وانا مش عارفة احب نفسي طيب لو فيه حل اني انا اعرف اغير الحاجة دي بكل سهولة وبساطة علشان اعرف احب نفسي واخلي الناس تحبني ليه لا فكرة جمالك اخترتها في برنامج ساعة مع نانسي علشان نغير اللي احنا مش عارفين نغيره او علشان اساعدكم وتساعدوني ان احنا نغير اللي مش عارفين نغيره عايزين نحب نفسنا عايزين نشوف نفسنا على طول حلوين عايزين نتعامل ما نحسش ان فيه حاجة دايما موقفانة ان احنا ننطلق في الحياة طيب جبتلكم النهاردة دكتورة دكتورة نور احمد نروح افبا حضرتك عاملا ايه كل تماما كويسة معنا دكتورة نور احمد اخصائي التغذيع العلاجية والسمنة وان حافة انا يمكن قطعت شوية المقدمة شافة دكتورة نور عايزة اسألها كتير جدا وعايزة استغلها في الفقرة بتاعتنا ضمن ان احنا وقتنا قليل جدا عاملا ايه من وراء كل تماما الحمد لله الحمد لله سمعت في المقدمة ان انا بقول ان جمال جمال الروح بالضبط انا دلوقتي فيه حاجة مش عاجباني مش عارفة احس ان انا جميلة كلميني وقوليلي ازاي احس ان انا جميلة لحد لما غير الحاجة دي ما عودش في بيتنا قفلة على نفسي واقول انا انا فيا عيب في وشي فيا عيب في جسمي مش عارفة قابل الناس مش عارفة تعامل مع الناس طيب بو ساخنينة الاول كان اتكلم مردئيا ان احنا لازم نحب نفسنا باي وضع من الاوضوع اي شكل انا جسمي عليه او اي حاجة عندي في جسمي او في شاتلي او في وشي انا لازم اتقبل ده مش هينفع اغير حاجة في نفسي الا وانا حاسة ان انا عندي التصالح النفسي معيها لازم اتصالحها مع نفسي جدا فهم ان انا عندي واحد اتنين تلاتة عايز اغيرهم وابتدي اشتغل عليهم يوم اتصالح مع نفسي ومع عيوبي او مع الحاجات اللي عندي ربنا مش لازم تبقى عيوب في شخصية ممكن تبقى حاجات حصلت عن طريق مسلا جنات ورصية عن طريق اه حمله ولادة ورضوعة اي اي حاجة بقى ممكن نتعرض لها ممكن تغير في شكلنا حاجات احنا مش قابلين ده بس في نفس الوقت يجب نتقبل ده ونتصالح مع نفسينا عشان نبتدي الاشتغل عليه بطريقة صح ما ناخدش الموضوع بالجانب السلبي بتاعه ونقعد في البيت نكتائب اوكي دكتور نور فضل جمال الست بيندرج تحت ايه ما بينكو سين جمال الست فروحة حاجة جمال الروح اهم حاجة فروحة اه قول بساطة كل ما كان بسيط وجميل كل ما كان جميل وجماله بيفرد نفسه على حواليه حاجة مش لازم ابقى مبالغ فيه وعمل عشر تلاف عمليات تجميل وهاريا نفس الجم ورياضة ورياضة وضايل الموضوع افسط من جدا اوكي طيب احنا خارجين من رمضان خارجين وان شاء الله قريب جدا نقول خارجين من وباء كورونا بس احنا تقريبا نسا عاديين في بيوتنا ما بنعملش حاجة نفسيتنا مش حالوة الاكل طبعا في ايكل في اشتراك مبيني مبيني التلاجة كل شوائية والشوكولاتة والفاكهة وقدي وازني زاد اعمل ايه عايز ارجع وعايز ارجع وما حسش ان انا اتعقدت عشان اخس اعملها ازاي طيب ماشي زي ما اتفقنا الاول نازم يحب النفسي يكون عندي معاها تصالح بعد كنت اشتغل معاها انا عندي مثلا واحد اثنين ثلاثة اخطاء بعملهم كل يوم انا مثلا بحب المعجنات انا بحب الرز والمكارونا والنشويات انا بحب البطاطس انا بحب كذا احب الاكل جميع الاكل كله جميل هنجزب اه بس اشتغل انا غير من نفسي وبتدي اخد فعلا خطوة فعلية في تغيير مأساتي او شكل جسمي لازم يكون عندي خطوط عريضة انا بعملها غلط في يومي واحد انا بعمل زي ما قلنا واحد اثنين ثلاثة غلط طيب ماينفعش امنعهم مرة واحدة طبعا خليناهم متفقين ان الحرمان المرة واحدة ده بيجي نتاج عكسية بعد كده مايبقاش انا كل يوم اساسي عندي بيزة وبيبسي وشيفسي والحاجات دي كلها واجهة منعها مرة واحدة لازم نتاج عنافسي لا اما هو ماينفعش طول اليوم اصلا اه 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 بس ايه كل ما الكلمات اللي احنا بنعاق فيها يوميا بتقل اه كلها بيبدي فرصة الجسم يكراعين مع الكمية اللي انت واكلها ما انت ربنا قال ايه كله واشربه ولا تصرفه معنا كان احنا منكن ناكل كله نفسنا فيه بس الاسراف هو اللي مش مطلوب احنا بنأكل عشان نعيش مش عايشين عشان بنأكل احنا دراتي عشان ناكل اه ماهديني الاسد بقى احنا عكسنا الاي لا اهي بس الكميات هي اللي بتفرق مع الجسم الكمية اللي دخل الجسم هل الجسم قدر يتعامل معيها ويحرقها ولا كميات كتيرة الجسم الاسد ما بيقدرش يستوعبها طب خلاص دخلت الجسم عين نحرقها يبقى الحركة نبتدي ازاي الحركة ثم الحركة ثم الحركة طب انا دلوقتي فيه ستات كتير وانا كنت واحدة منهم ولكن انا طول اليوم بشتغل عمالة كنس طب لا دي الحركة اليومية اللي اليوم متعود عليه الجسم متعود عليها مش هتديني اي نتيجة دي جسمك متعود على الحركة دي خلاص مفيش منها اي تغيير خلاص اه بتتشغلي بقى تالشقة ولا ولا حاجة ادي كده دبجال لا والله ما فيش خلاص لازم مجهود جده ايش دعو انا زي زيكو والله كنت بتحرك وفاكرة نفسي ان انا بعمل دايت لا لا ولا اي حاجة خلص الحركة بقى الجديدة الي انت عملتها خلتيه جديدة على الجسم ما انت بدي تخليه لأكل جديد كل يوم طبام وكميات كتيرة كل يوم ايه الجديدة الي انت عملتله عشان يحرق البداية ابتدي منين البداية لازم تاخذي القرار وتحدد الحاجات الغلطة الي انت بتعمليها يوميا وبتدي تقليلي منها واحدة واحدة اتخلى عن عادة سلبية من عادة لما بعملها يوميا بشرة بيبسي بكسرة في ناس مضمين ببيت دا حقيقي طيب نحاول نخف النقطة دي ناخد النقطة دي الاول هبتدي بيها تاني يوم مثلا انا نهاردة باكل مثلا كل يوم اطلت اسمقلية على الغداء والعشاء طب النهاردة لا هخليها مرة واحدة بس في اليوم باكل روز ومكرونة كتير لا هخليها وجبة واحدة ابتدي اهتمي قوي بوجبة الفطار ووجبة الغداء وكانت الوجبة العشاء دي نهائي اشيلها من يومي خالص ممنوع وجبة العشاء عارف المثل اللي كان بيقولك افتر فطار ملك اه وتغدى مش عارفة اه غدى وزير صاحي كده اه وتعشة وحد فقير لو حد فكري المثل يقولي وتعشة عشة فقير بالظبط كده هو دا العشاء اصلا انت بتاكلي وتنامي حتى روما مش نامي قاعدة قدام التلفزيون سهرونة انت برضو كده كده قاعدة فلازم نفهم ان الجسم تعمل زي المكنات السهر ليه عامل اسف اه طبعا عامل مهم جدا فمعدة انحرق الدهول طول ما انت سهرونة طول ما انت الاكل حلو وجميل وعملت اكلي وتشربي وتحلي وتعمل السناكس والليب وزيجي ليش هنجاح فقر يعني بداية بس الواحد يحاول تعمل مع نفسه انه هو ايه حابت بيشوف نفسه بشكل احلى كلنا حلوين كل ما فيه ستة في الدنيا ما عندهاش نقطة جميل طبعا بس انا لازم انامل حتة الحلفة اللي جوايا الرشاكة كمان بتدي ثقة في النفس قوي غير لما انت قاعدة مثلا كلك ضفهات العامل الخارجي العامل الخارجي عليه عامل يعني عليه نسبة كبيرة جدا 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 من الثقة في النفس اكيد طبعا مضبوط حتى لو انت ربنا مش مديكي جمال شكل بس انت مهتمية بمظهارك ومهتمية بشكلك مهتمية بجسمك ده لحظة بيديكي حد بس احنا كلنا حلوين وزي الامور لأ طبعا ده قعدة عامل ما فيش حد يقدر ما نختلفش عليه ما فيش واحدة واحشة كل واسق في نفس طيب ابتديت اخدت القرار ابتديت اشوف ايه الغلط اللي بعمله معدل الحرق عندي ضعيف اه اتحرق ابتدي اتحرق انزل جيم 3 يام في الاسبوع يعني بتهيلي الموضوع سهل قوي ومتاح لكل النس 3 يام في الاسبوع ادي نفس 3 زعات في الاسبوع لنفسك كتير مش كتير خالص بلا الجيم لو في حد اميكانيات والمدنية متسمعش في جيم ممكن ننزل نشوف اي مكان اتمش بس خطوات سريعة عشان تمشي وتحرقي لازم تمشي في خطوات سريعة بحيث ان الجهاز التنفسي معاك يشتغل عايز اصحح معلومة خطأ هنا للناس ان العرق مالوش علوقة بالحرق مش عشان عرق اعرقت في الجيم كتير ابي وجبت مياه يبقى انا كده واه وحرقت وجسمي لا مالوش علوقة كلنا والمعلومة دي غلط لان هي اصلا مستحيحة الصح ان انت الحرق بيحصل عن طريق جهاز التنفسي كل ما الجهاز التنفسي معايا يشتغل ده كله اه كده انت بتحرقي صح وجسمك فعلا تبدأ يستجيب وبنحرق انما العرق ده ده بيكون زي عملية تبريد للجسم مش اكتر من كده فكل ما تشتغلي اكتر عن نفسك وماشي بتاعتك تكون خطوة سريعة وبتعملي فيها مجهود وجهاز التنفسي تشغل معاك نفسك طالع نازل طالع نازل كده انت بتحرقك كويس وبتدى جسمك يحرق ده طبعا مع تثبيت الاكل عارفة برضو لو قلت هرجع تاني لنقطة ايه انت لو حبيتي نفسك هتشتغل عليها ثلاث ساعات بالنسبة للست اي ست في الدنيا مش كتير صح? عشان تنضي تنضي اللي كانت قاعدة معاك بيتكلمك انت يحب نفسك الاول عشان تعرفت تدي الحب الغيب مظبوط لو انا كنت من ضيقة من نفسي او ارفانة او نفسها مش مظبوطة ده لأسف هينعكس اصار سلبية على الولاد وعا البيت وعلى الاداء بتاعي كامل مظبوط دايما منقول ان احنا طاقة لازم نشحن عشان نعرف ندي لان لو ادينا من نفسنا طاقتنا هتخلص فمش هنعرف ندي تيجي عليك وقت مش قادرة تدي خلاص بقى تعبتي لو اي ستة في الدنيا يا جماعة حبت نفسها واشتغلت عليها بجد هتوصل للنتايج جميلة جدا والموضوع مش محتاج منك صعوبة بس كميات اكلك كميات اكلي تبقى صح اختار النوعيات بتاع الاخلي الاكل كله حلو كله لا بنحب الجاتويات والحلويات بس مش معنا كان انا نفضل ضاية سفيها 24 ساعة في اليوم يعني لو قطعة كل اسبوع خلاص الدنيا جميلة الحرمان مش مطلوب في اي نظام ضاية في الدنيا ما يجيش دكتور ضاية يقولك ممنوع 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 دايما مرغوب وانا لو مشيتك على ضاية شهر مش هقدر مشيتك عليك حصلت معاين حصلت معاين في فترة كنت مليانة وبعدين حستي ان انا كل ما فكر اني عايز اعمل ضاية انا عايز اكل اكتر اه طبعا وكأن الجسمي كان بيعاني تفير ما هو كده ممنوع دايما مرغوب فانت اضبوتي بس كميات اكلك ونوعية اكلك ودي نفس الثلاث ساعات في الاسبوع تعمل فيهم رياضة في الفترة الاخيرة ناس صحابي كتير جدا وسوشيال ميديا وحاجات كده عمين يتكلموا على حاجة اسمها سيام متقطع وكله بيقول النظام ده واو انا خست عليه انا مجربتوش تكلمين عليه ماشي احنا لو خدناه ببساطة كده ايه هو 18 ساعة سيام متواصلين لو فرضنا مسلا ان احنا بننام الساعة 8 18 ساعة سيام بس من الصيام الصيام بتاعنا 18 ساعة دول مسموحه الاثنين بمية وشاي اغدر وشاي عادي بتاعنا من غير اي من غير سكر خالص ولا سكر ولا حاجة ولا حتى سكر داي لان السكر دايب برضو فيه نزمة معينة مش هتفيدني في السيام المتقطع يبقى 18 ساعة سيام مسموح لنا بمية وقهوة وشاي اغدر وينسون وكل حاجات المشروبات الجميلة ده في 18 ساعة السيام اه اوكي مطلوب من الصيام ساعة رياضة عشان يجيب معيك نتايك اللي انتي مستنيها منه ويا دلت الساعة دي يكون قبل ساعات الفطار يعني انا مثلا صمت 16 ساعة وبدل لي مثلا ساعتين يحاول انا لا ادي فيهم مثلا ساعة رياضة عندي 8 ساعة عندي 6 ساعات بفتر فيهم او باقل فيهم دون المسموح فيهم بتناول اكل باقل واجبتين واجبة فطار الواجبة دي بتكون عبارة عن تلت الطبق نشويات تلت الطبق خضار يعني ما بحرمش نفسي في الفترة اللي فيها فطار بيكل اللي انا عاوزاك ده كنتي عايزة بس بكيميات معتدلة حيث ان انا خلي البروتين ديني فرستي بقى انا جعانة اقولي لا ما ديني فرستي لا على فكرة هو مستني المتقفى ان هو بيقفل الشياء معاك بيقفل اصلا بيقفل رقبة في الاكل اصلا مع دومة بعد قديه لو صار مريتش عليه مثلا لمدة اسبوعين ولا حاجة بتاقي نفسك خلاص كريت الاكل والموضوع بقى من ازيك الجسم تتعود عليه لان البطن عموما عمنا زي البلونة على قد نها بتديها على قد نها بتتعود انا فعلا انا جربت ده بنفسي ان حقيقي البطن زي البلونة بتقفل لما انت على حسب ما تعوديها فاطرة معينة هتخلاص هتتتعود معاك كميات طيق قلنا الصبح هنا شويات خضار تلت الطبق خضار تلت الطبق بروتين لا انا فطار اه ما هو البروتين ده فيه منه بروتين هايوان بروتين الهو البيت بقى اول اه بيد وجنة واللبن والحاجات دي والعيش العيش هيبقى رابع مسلا رغيط مع طبق صراطك كامل متكامل لازم يتحط في كل العناصر اللي موجودة في طبق السرط وتحطي عليهم عسل لمونة بس كده والغداء مشوية ديبس رمون لو موجودة هاي الغداء الغداء برضو لنفس الامر عارفة انت كل ما تعليف البروتين والخضار يبقى حلو ليكي قوي انت كانت تدي جسمك الحاجات اللي هو محتاجها وبتديره عامل نموه كويس وفي نفس الوقت مش حرمى نفسك من حاجة والبطن بتشبع وخلي بالك ان عاملية الهضمة في الموضوع النشويات ده يعني انا مثلا لو واقلة حاجة فيها النشويات بتتهدم بسرعة وبقوع بسرعة انما البروتين والخضار لا بياخد وقت تدير جدا في الهضم فبيقعد في البطن موضة قسل جدا فبيخليكي ما تجويش بسرعة في حاجة مهمة جدا موضوعي يعني هسألها لك هنتكلم فيها بسرعة عشان فيه سؤال موضوعي الفاكهة بعد الاكل لا هو مش مستحبي بعد الاكل عطول تاكل اي حاجة فيها سكر ولا حلويات ولا فاكهة ولا اي حاجة لا لا انت بس نفسك سياعة بس بعد الاكل بدك للمعدة وبعد تستوعب بس اللي انت وكليه وتدي تلعين معي بعد كده كل اللي انت عايزي طيب ده السيام المتقطح عندنا نظام نزل برضو بصراح انا ما احبهوش كلمة حق انا ما احبهوش بس هسألك عليه هتقول لنا برضو عليه هو اسمه اعتقد السيام كيتو دايت كيتو دايت هو بيبقى فاكه بس لا هو مش فاكه بس هو انت بتكل دهون كلها في كل اشكالها دهون الصحية طبعا مستلغي للشويات خالص بقا في نظام تاني بقا بيبقى فاكه بس انا عميثا انا ضد اي نظام نتكلم في الكيتو دايت بسرعة لا انا مش هتكلم في الكيتو دايت ولا هتكلم في اي نظام غزائي بيديني وقبة غذائية او نوع غذائي واحد بس في اليوم انا مش محتاجة حاجة ومش بفضل ده مع اي حاج لانا ما ينفعش افضل قدي جسني نوع واحد بس من العاصر الغذائية المدة طويلة وفي الاخر اجي اقول لي جسني يلا بقى انا عق ونبدأ ندخل كل العاصر التانية ده غلط عارفة انت يقولي بنجح حسان المتقطع انه مش حاجمك بقى اي حاجة مع العاصر الغذائية انت ديك ست ساعات بتاكل كل اللي نفسك فيهم وممكن تاكل واقبة واحدة بس في اليوم كل 24 ساعة وده بيجي نتائج ممتازة مع كل الناس اللي جاركت واقبة واحدة كل 24 ساعة حط اللي انت عايزة بس خليها دار يا شكولتة اي ماء يا شكولتة طيب اللي بيجي لك العيادة وتلاقي وزنه كبير شويتين اول حاجة بتقولي هلو ايه لازم تشغل على العمل النفسي اول حاجة الله عليك يتقبل نفسي لازم تحب نفسي كنت بحيس ان انت عادية الله عليك طب اقول لك حاجة ان اي دكتور او دكتورة انا بروح لهم حتى اداي لو قلتلك ان العمل النفسي بيخليني ادخل في العلاج قبل اصلا ما قول مشكلتي طبعا مانا ما ينفعش عن نفسه وحسسه بل انت منبوز وتنمر عليه وفي الاخر اقول له يلا خيس ده هيصلع من عندي كره نفسه اصلا انا مش هايس خلط انا مش خرج منهم بي او لا لازم انتهت بنفسي كنت حاسين هو انسان طبيعي وعادي جدا وعنده مشكلة وهتتحل طيب او في بقى سؤال معنا اوكاي انا دلوقتي هدومي وسعت انا خسيت طيب يلا يا جماعة نقاف على الميزان انا ميزاني زي ما هو سابت مين بيضحك على مين وليلا انت يا فوق تبستي في حاجة زي كده على فوق انبسط او ليه بقى شكل جسمي ولا الميزان بتاعي انت شكل جسمي انت كده جميلة عادي الميزان انا شايفكي جميلة جدا لو افتع الميزان بشكل جسمك ده لقيت نفسك 100 كيلو هيفرق معاك فيه نا طبعا انا ليه مني شكل جسمي اقولك بقى افسرهولك اوك فيه تفسير للموضوع ده نقطتين احيانا احنا نعمل ضايت ونتدد نخش المرحلة نوزل الوزن الخلايا الدهنية ميش غبية تحتفظ بدل الدهون اللي بتفقدها تحتفظ بكمية مية فده بيثبت لي الميزان بتاعي ايه تحتفظ بيها الفترة معينة لحد ما تشوفك انت تستمر لي عن نظام اللي انت يماشي عليه ولا لا لو فضلت ماشي اوه الجسم بيه بيخاف اوه الخلايا الدهنية زكية جدا على فكرة اوك بتحتفظ بكمية مية بدل الدهون اللي بتفقدها كوني انا نزلت الكلام ده عيني اوه بجد اه عارفك ده احنا يعني الوزن عالي ويدومي فيش خالص اه اكسنة افلا زكية جدا انت بتتعملي مع جسم زكي مش جسم غبي خلايا كل خلايا في مخينا تعاد الجهاز الكمبيوتر يعني متطور جدا فمتستهونيش بالجسمي كله انت بتتتعملي معي العين دي والحرمان والحاجات دي كلها بيجي منك سجية فاسلة دي انا جربتها اه اه مش حرمة نفسي من حاجة بفقد كمية دونة عالية جدا فده اللي بيوصلني ان انا اخس مقاسات وافضل سابتة على المزان وده برضو شيء مش واحش لان انت بتحتفظي بالكتلة العضلية بتاعتك وده شيء ايه فرحني ما يزعنيش مش مطلوب اللي انا اخسر عسابي كتلة العضلية ده شيء اصلا يزع عليك لما بتعملي امضادي بعد ال وانت اسناء مرحلة الضيط وتلاقي نفسك الكتلة العضلية كويسة ولو بتلعبر يدها هتلاقيها كمان بتزيد ده كل شيء يخلي في مصلحتك انت ويخلي نفسيا انت كويسة اوكي انما انت تخيصي مزان فرحانة بالمزان انت خصية وشكل جسمك ثابت زي ما هو انت كاستفت ولان ده بيحصل برضو ممكن العكس وده ممكن يحصل لو انت ماشي عن نظام غزائي غلط وزني ثابت وجسمي زي ما هو يبقى انت كا عرف ان انت ماشي غلط وتوقفي على طول وتغير الخطة اللي انت ماشي بي انا المعلومة دي جيدة بالنسبة لي انا روح اوزن نفسي حالة بعدك حالة طيب الميا كلمين عن الميا مهمة في الضايت او في المشي مهمة في الضايت ومهمة للبشرة ولازم نعرف ان كل 25 كيلو في جسمنا محتاج لتر ميا كل 25 كيلو اه محتاج لتر ميا فكل واحد يقف على النظام دلوقتي يشوفه كم كيلو حسن بيبقى استني محصد كده يعني انا 3 لتر انا اتنين وحاجة لو قلنا 75 كيلو لو فردنا ان حد 75 كيلو مش هنقول له اشرب 3 كيلو مش هنقول له 3 لتر ميا هنقول له معاكم 2.5 لتر لتر بس ما يقلش عن 2 لتر انا سمعت ان شرب الميا بيبقى لحسب فعلا الوزن اه طبعا يعني في نسب لها لتر ونص لترين 3 فبتايت ان انا ايه جماعة مساء ماهليكو سبتين لا مافيش قادر عامة بيبقى لحسب الجسم كل 25 كيلو جرام في جسمي محتاج لتر ميا كل 25 كيلو جرام محتاج بها ميا عشان نشغل الحر عشان البشرة تبقى جميلة ومنورة عشان نسهل عملية الهضمة للأكل اللي احنا بناكله الميا مهمة جدا في اي نكهة ممكن نحطها على المياه تسعيد نعني اجمل حاجة واللمون نعنيها واللمون اتنين دول افضل نكهاتل كنت تحطيها مفيش نخلي عطول حياتك عطول خليها معتدلة متخليش حاجة بكسرة متخليش حاجة لا اساسا ان في ناس بتستغل اللمون نتقول لك اللمون بيحرق اللمون بيحرق اللمون حلو جدا ومطاهر للجسم اساسا وبيعضها في معدل حرق الدول خطر من انا الاسراف في اي حاجة عموما مدوش لازم الاسراف عموما يعني في اي حاجة حتى في في اي حاجة بقى مش هحدد حاجات معينة الاسراف تناول اكل في مشاعر في اي حاجة في اهتمام اي حاجة في اي اسراف عرف ان ياتي على غالق مهمة جدا جدا انا ليه اول ما ابتدي ضايت يبقى جسمي قد كده ووشي قد كده اه ازاي بقى ازاي مش عايزة دي انا مش عايزك انت لتخس انا عايزك انت لتخس اعمل ايه طيب لو النفسية كويسة معامل النفسي عندي كويس اعرف ان وشك مش هينزل مع نزول جسمك دي حاجة تاني نفسيا لازم عشان ما نقلطيها علينا شوية طيب ما نقلطيك التصلح مع النفس حاول نبسطيها يا شوية ومين دلوقتي نفسيته مش كويسة نحاول يعني الوش بينزل اسرع لما النفسية تكون مش كويسة اه العامل النفسي قلطيك مهم جدا في اي حاجة في الدنيا دي حاجة لازم انا عمزة صالحة مع نفسي وبخيص عشان انا حابة نفسي مش كرها نفس كوني انا اقرح نفسي دي الجسم مش هيستجيب معايا بحاجة وممكن اخش في مشاكل نفسية مش كويسة تانية حاجة النظام اه ايه جميعا خلي بالك احب نفسكم تبع نظام ضيط خاطئ اه حابة نفسي من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا طيب وبعدين هيتلع على وشي في الاخرى وديلي اللي ممكن يعلي هرمون السعادة اه ما سعديني انت يعني تدولينا المشكلة اش ظننا الحل ايش هسيبك اعيني خلاص سعديني بقى انت شلتيني وشي بينزل مع الجسمي لو انا نفسيتي مش تمام حسنيني نفسيتي اكل بقى اي حاجة لا بالنسبة للاكل الشغلات طبعا دي اهم بالنسبة لستات الشغلات اكتر حاجة دعلي هرمون السعادة عندها بس في حاجة اسمها شغلات الدرق في حاجة اسمها كل بكميات اه بصينينا اقولك حاجة انا بارح في العيادة واحدة كده من البنات الجميلة اللي تسيجي تخف جابتني كتع الجاتو اسيبها اسيبها بزمتي تقولي انا نفعش طوام اكلت طوام شوكلت خلاص ما تنصبش لها جماعة وفي اخر اليوم بقى وانا قلت خلاص هل كان ينفع اكلت بس اكلت مصطها اكلت مصطها وكان بقى لي مسلا عشر اتناشر يوم خمساشر يوم ما اكلتش جاتوهات ولا حاجة كانت بتنصحي ان الشوكلت الدرق حلو حلو جدا وفي نفس الوقت ممكن يعلي هرمون السعادة عايزك ان نفسك واست ان كل ستة جدة مارس هواية بتحبها او نشاط رياضي بتحب انا عارفة طبعا ان الرياضة والرياضة اعملي حاجة نفسك كل اسبوع يوم او يومين لنفسك مش كتير عليك الحقيقة كده ماشي وانت شايفة واجبات ديتي ايه اكلت تانية معينة السلطات مهمة جدا 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 خضرات بجميع انواعها او لانها بترايح المعدة وبترايح الجسم وتطلع البشرة فده كله بينعكس عليك انت لو خسيته واش يخس او مش عارفة ارفع هرمون السعادة اعمل ايه بقى يعني في حاجة معينة ممكن اعملها تحسن تحت العين كمان احيانا بيبوز فتعمل مع ده ازاي لا دي بقى برضو تشابي ميا كتير اهتمي باكلك نوعية اكلك انا عايز اقولك نوعية اكلك للتفلية تنعاكس على البشرة تنعاكس على البشرة بتنعاكس على البشرة بتنعاكس كمان على نظراتنا صحي كده ايوة اللي بيخش الجسم دايما بينعاكس على البش عندي لو اكلك صحي واكلك جميل يعني فيه بنات تلاقي وزنهم 100 كيلو والشوم اصفر وقد كده وما فيه صحة اساسا مفيش مجهود طب دلي هل ده معنا ان هي 100 كيلو مسلا تحيتها كويسة دايما نوعية الاكل اللي بتخش تنعاكس على الصحة تنعاكس على البشرة كانوا زمان بيقولولي ايه عارفان انتي موسكات العسل والزبادي اللي حجبتي كلها يقولني ايه ما بده ما تحطوها لو اشركوا كلوها قطوها في جسمه يعني من جوه البر يعني ناكلها اه الزبادي كله ما قبل النوم مهم جدا لو عليها عصير لمونة ومعلاقة قرفة حلقة جدا بيضاعف معدل حرق اليوم بطريقة ممتازة وبيريح المعدة طول الليل وبينزل الباطنة طول الليل يعني في اكلات كلا ومشينا عليها كل يوم بانتظام هتفرق معنا جدا حب نفسك اخر سؤال اوكي معيني والله انا لسه عندي اسئلة كتير قوي بس انا اتقاض افر ان شاء الله اخر سؤال انا خصيت عايزة حافظ مش عايزة رجع زيت تاني انا تعبت مش هينفى بعد كل التعب ده اوصل لعي نفسي رجعت تاني في شهر اتنين تلاتة بصي كونك انت عندك ارادة ووصلت الهدف اللي انت عايزة او مثلا تارجت اللي انت حطا لنفسك ده يقدر يخليك تحافظ يعني انت خلاص عارفة اللي اخد طريق مثلا سفر ويصل في اخر المشوار كانت عارفت الطريق ايه صح معتقدش ان في حد هيتعب ويحط مثلا نفسه في ضغط نفسي وارادة قوية جدا لمدة شهرين تلاتة عشان احقق تارجت انا عايزة اوصله وهرجع بوز ده كله انت دايما طبيبة نفسك بتحصل بتحصل بس حافظي الرياضة تلاتة يعني في الاسبوع يعني الرياضة دي وانا بعمل ضايت وبعد ايه لما خلص اه دي زيها زي الميا والاكل والشربة والهوى لو انت خاصة لو انت ست بيت ما بتشتغليش كمان ممكن اعمل رياضة ببيتي حلوة جدا اه عادي اقولك الاحان اشغالي اي برنامجنا على اليوتيوب بيلعب مثلا في برامج بتشغل ايرابيكس بقى الرياضات اللي من شوف ان شاء الله رأسي شعبي شفت يا قص لحد ايه شغالي اي حاجة شعبية وقومي اعملي حركة ببيتيك مع نفسك لمدة نص ساعة كل ثلاث ايام احنا بس الموضوع الزهل والله اه حب نفسكو هتشتغل عليها بجد والموضوع يستاهل والاكل الاكل قلت لك النوعية والكامعية لأ انا خلصت خلاص وخستته بقيت زي الفل مرجعش بقى افضل اه طبعا لا مش هنفضل مشنع انا قلتلك هو لايف ستايل اكتر ما انه نظام غذائي هو موضوع ضايل دي اصلا كلمة للأسف انا مش بحبها اوكي فانتي خلي لايف ستايل بتاعك صحي حتى وانتي بتخصي ما تستعجليش عن موضوع ان انتي تتخصي بسرعة اه انا عايز عاود نفسي على لايف ستايل صحي امشي عليه شهرين ثلاثة اطلع منه ان شاء الله خاصة عاشرة كيلو في الشهرين ثلاثة بس في نفس الوقت انا تعودت بعد الشهرين ثلاثة دول مش هرجع للعاك اللي انا كنت بعاك خلاص انا كده خلاص حطيت نفسي على اول الطريق وماشي صح ومش ناوي يرجع تاني مش عملت ضايل مش انا خلصة عاشرة كيلو ولما خلص العاشرة كيلو ابدأ اعودك تاني وارجع العاشرة كيلو وافضل بقى بدوامة دواخين يا لمونة خلاص فقرتنا خلصت كلامنا لسه مخلص من شكرك جدا دكتورة نور احمد نورتنا النهاردة استفدت منك انا شخصيان بحاجات كتير قوي مشاهدينا كنت عايزة تكلم معاكو اكتر بس للأسف وقت البرنامج خلص استنونا حلقات جاية وفقارات جاية واتيكيت جاي وجمالك جاي وكل خير جاي ان شاء الله مع برنامجكم وبرنامجنا ساعة مع نانسي اشوفكم الحلقات جاية شاء الله اشتركوا في القناة